قدتك القانونية بقى وخرجت من داخلية طبيعية؟ لا 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 ما خرجش من داخلية طبيعية أنا كنت يعني كان فاضل حوالي أربعة شهور كده فيوم 24 خمسة قالوا لي تعالى قدم استقلتك إيه يا جماعة؟ قالوا الزباط مش عايزينك كان فيه زباط لإتلاف طلبة إتلاف الشرطة يعني طلبة اللي هم المقربين لحبيب العدلي الاثناشر يطلعوا كلهم يعني فطوله خلاص بدأ من مش عايزنا قلت الوزير حتى نحن كنا أعضاء مجلسة على الشرطة وقريبين من الوزير الأسبق فقال نزلوا يخرجوا اللي هم بعد سن الستين يخرجوا خلاص طلبا على المجموع خلاص أهلا وسهلا هناخد باستحقاتي آية تمام فوقيت إن اللي خرجوا ثلاثة بس ثلاثة والباقي حتى أنا قلت لسان الوزير وقتها منصول عيسهو قلت لها سان الوزير أنا ده نشهد أنا مش بتاع فلان أنا بتاع ساعدتك أنا بتاع الشرعية أنا بتاع مصر أنا مصري قبل ما يكون قيادة في وزارة الداخلية أنا مصري بتاع مصر وكل ما هو في صالح مصر أنا معاه وأنا وأنت تعلم جدا وكلنا قالوا أنا غير رادي ولكن قول لي لحد يقدر ويقول لي لأ مش عايزة فصر ما كاش حد يقدر يقول لي لأ فقلت له أنا ده أنا شهدت كذا شهدت شهدت الحق في النيابة قلت كذا كذا أنا لا 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 ما عليش هم مصرات مش عايزينكم امدي تقول لأ فقدم اللي لي علي حاجة أهلا وسهلا يروح النيابة يروح النيابة يعمل لي أي مخالف تعليق سيادة اللواء منصور العاسوي الزباط مش عايزينكم امدي اه اه ده تعليقه على أنك بتقول شهادة الحق لا هو دي ما كانش ليه في شهادة الحق هو يعني هو سيادة لأ منصور العاسوي راجل بتاع ربنا راجل كويس جدا جدا راجل يعني لو كان جاء في قبل كده وظروف أخرى كان هيبقى كان هيبقى كان هيصلح حل الداخلية جدا إنما هي ظروف صعبة جدا طبعا ولكن زيبقى لساعدتك خلاص هو قال أنا مش عايزيني خلاص فالوزارة مش عايزيني بالرغم إن أنا أعطيت للوزارة ما لا أعطيها أحد أي واحد سواء بتاع الاقتلاف أو غيرهم يقعد كده يجيب بلفه ويجيب شغله ويجيب شغلي أنا قعدت عشرين سنة يا سيدي لم أمنح يوم راح وملف لي موجود عشرين سنة كنت كل أسبوع بلف على مديرية أمن شكل بخدها معايا 62 زابط بخدها من أول عسكري واقف حراسة على بنك أو على حاجة بخدها مرور كل حاجة في المديرية كنت بخدها عاشق مجندين أكل مجندين رمضان طول رمضان الثلاثين شهر لفدارة الأمن خدتها من الوادي الجديد لمطروح الإسكندرية الأسوان ما سبتش مديرية أمن مرحطهاش ومش عايز أقول أنا الله عزو الله من قلت أنا من سنة 1929 كانت الشرطة بتاخد عساكر مجندين أمويين أنا أدخلت لعساكر المؤهلات المتوسطة سنة 2009 للشرطة الأول مرة من بالزبط من 80 سنة يعني بالزبط من 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 80 سنة ما دخلتش كان كل أمي دخلت المؤهلات المتوسطة الشرطة سيدة اللواء الانفلات الأمن اللي احنا بنعانيه دلوقتي سيب انطباعات سلبية على كل الحياة اقتصادية واجتماعية وكل حاجة إيه الرشدة سيدة اللواء والله يا فندم أنا عايز أقولي سيدة حاجة هو في ناس كتير اتكلمت في حكاية الانفلات الأمن بس للأسف الناس بتكتهد بتكتهد اجتهادي مش متخصصة أساس الانفلات الأمن ده أولا إنه هو فقدان ثقة بين الشرطة وبين الشعب الثقة مفقودة مفقودة دلوقتي بين الشرطة وبين الشعب لابد أن أنا الأول أعيد ثقة بين الشرطة والشعب أعيد ثقة مفقودة المصرحة والمصرحة المصرحة المصرحة والمصرحة الناس تقول لا ده والله الشرطة تيجي في مدال التحرير وتقدم إعتذار للشعب مينفعش هو بالكلام لا 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 شرطة تشوف تجاوزاتها خلال الفترة السابقة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة السابقة وأجيب كل منتكب زي التجاوزات وتعالى وحسب وفقاً للقانون والوزارة عارف إيه هي التجاوزات وإنه حسب وفقاً للقانون الشرطة سيدي محتاجة الناس تقول الشرطة محتاجة بناء تدبنى بناء الشرطة من جديد من الشرطة الشرطة محتاجة بناء من جديد بناء وهيكل الناس تقول هيكلة الهايكلة دي يا جماعة الهيكل التنظيمي ده ده هو عبارة عن وزائف وساعد أورز Kasar مدير امن كذا دي هيكلة يعني ممكن اشير وظائف لا تسلح على عمل زابط شرطة زي ما قلنا زابط بيطلع بيختم جواز صفر مش عمل زابط شرطة زابط بيطلع بطاقة زابط بيطلع جواز ده مش عمل زابط شرطة دي هيكلة ممكن اشير وظائف دي انما عايز ادنج جهاز الشرطة جهاز الشرطة حدسله هزة قوية جدا في 28 عايز ابنيه ارقيه في بعض زباط قلنا مش كتير فقدت مكتسباتها الغير شرعية مكتسباتها الغير شرعية سواء كانت هذه المكتسبات متعلقة بالسلطة بالمادة هؤلاء لابد ان انا انقل جهاز منه عدوهم شكرا انتوا قدتوا مع عليكم وما اسألوا ليه لان انا دلوقتي انا عندي عندي شرعية كما هو عمل كده انا اسف للمقاطعة بس في هذا الجزء ان مش كان فيه اكتر من 500 لواء تشاله لا لا بعد اذنك فاندم نقف عند هذه النقطة ارجوك مش عايز اتكلم فيها احنا تم تهيئتنا في شرعية ثورية شرعية ثورية دي بيموج بيها الشارع المصري دلوقتي خلاص مفيش حاجة توفق قدام الشرعية الثورية زي ما قلتنا انا يعني ما انا بقولك بقولك الحاجات المستقربة مش عايز اتكلم عن نفسه واكلمه عن المواضيع التانية يعني ما تيجي النهاردة تقول 12 يخرجوا وتقول 3 يخرجوا والتسها لقى القانون ما انطبقش عليهم طب ما قال 12 هم نفس الظروف ونفس الامور وما للتلاتة ليه قدموا استقلتهم طب ما الاثناشر ما قدموش استقلتهم ليه ما كان الاثناشر بقى قدموا استقلتهم طب الخمسمائة لواء كلمنا على خمسمائة لواء قالك تم تطهير منهم 297 لواء 277 لواء مشتغلوش لواء يوم عميدة رقى لواء طلع 277 لواء فيش عميد ده وحتي مشتغل لواء يوم وفي ناس خرجت كويسة جيدا ملهاش ده ولا بالنظام ولا مرتكب اي تجاوزات خلال الفترة الصادقة خرجت وفي ناس ما زالت موجودة للأسف من النظام السابق وكانت بتسبح بحمد النظام السابق وما زالت موجودة وفي مواقع قيادية ومعلومين جيدا لوزارة الداخلية طب ولما معلومين جيدا ليه الحركة لم ترد طموحات الشعب ده مش بتاعتي مش بتاعتي من افاهم رؤيتك وعايز اقولي ساتحك ما فيه ناس مستبعد يعني النهاردة ناس بتقولك ايه هيكل الجهاز الشرطة مين اللي هي هيكل جهاز الشرطة فين هي الكوادر الامنية التي هيكل جهاز الشرطة فين هي النهاردة فيه ناس يعني انا اعرف واحد فهو كان مش ايام حبيب العدلي كان شغال معايا كان شغال معايا في الام مركزي الراجل ده خبير امني خبير امني في ادارة الازمة ده رجع بحكم القضاء رجع الشرطة بحكم القضاء سكنوه في مكان مالوش وظيفة مالوش وظيفة وراجل خبير امني على مستوى العالم في ادارة الازمة وبتطلبه وبتطلبه الامارات وبتطلبه دول بيطلع يبتدي يشوف نارة الأزمة عندهم ازاي. فالنهاردة عملية التسكين يعني 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 انا مش عايزة اخوض في هذه الأمور عشان وبعدين في حاجة انا يعني ايه الناس بتقولك اص هو عايز يبقى ما عارفش ايه وعايز. لا 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 لا. انا انا بقول هزا الكلام للتاريخ. عايز بقى ايه. يقول اللي عايز يعني بيحصل على المنصب بصحبش على المنصب. انا 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 ماشي مسافر وحقدي معايا في جيبي ومسافر وماشي ورايح دولة عربية. اشتغل مستشار امني وبمرتب كويس جدا جدا. عشان الناس ما تقولش ده اصله كذا. واصله كذا. واصله كذا. فانا لا ابحث على المنصب. انا بقول هذا الكلام للتاريخ. سيحسبنا عليه التاريخ. مازال هناك بعض. وانا قلت الكلام ده فجارية الاخبار من اربعة اسبوع. مازال هناك بعض قيادات وزارة الداخلية وبعض الزباط الذين فقدوا مكتسباتهم الغير شرعية. مازالوا موجودين في جهاز الشرطة. وبيديروا وبنظاموا المنظومة. هاني نبيل فودة بيقول صديقنا من الكويت وبيسلم على حضرتك المحترم والشريف واكثر الله من امثالك. بيسلم على رأيك في اللي هو احمد رشدي. ربنا يديه صحة. رأيك في ايه؟. رجل محترم هو رجل نزيه وكويس ومحترم. جابر المتر بيقول هو العدلي كان الام من المظاهرات وكان بيقول ايه لمبارك. ده سؤاله. كان الام من المظاهرات يعني اللي هي في 25 و28 ولا كان الصورة بالنسبة له مختلفة. والله انا اعوز لتسعطك حاجة. اه يوم يوم سبعة وعشرين في الاجتماع انا محسيتش ان هو كان الان. لان جاله تليفون كان بيتكلم عادي وطبيعي وبيضحك مكانش الان. بس فيه نقطة انا عايز اقول عليها. فد. نقطة مهمة جدا. يوم 25 فيه فيه اربعة ماتوا في السويس. وزير الداخلية يعلم كويس ان الشرطة قتلت اربعة في السويس. حال رئيس الجابرية ليعلم ان اربعة وخمسة وعشرين ماتوا في السويس. مه. ما اعلمش. من عايز اعرف. والله احنا يا ربنا مش عارفنا بالعقل والعقل بيقول والمنطق انه مستحيل. فيه اربعة وده تألف الاجتماع. فيه اربعة قتلتهم قوات الشرطة في السويس. مه. وقعدوا طبعا اللي كانوا عندي اعفا نبدو بولتاجية ده كذا ده كذا ده كذا. ولكن فيه اربعة قطر في السويس. يوم 25. مه. 25. 26. 27. 28. حالش عارف ان فيه اربعة قطر. مه. والعدة تضاعف لمرات عديدة بعديها. ها. اه. غدير رحمة بتقولي ممكن تسأل سيد اللواء من قتل الثور. سمت سيد اللواء غدير. انا قدمت سيدي. مه. فيه بعض اللقطات يعني مش عايز اكقول اوه. اه. والسيد دي موجود في المحكمة. مه. وليد اه. خليل بيقول الرجل اللي معك ده رجل محترم ربنا يكثر من امثاله وانصيبك كده يا مصر ملكش خير ملكيش خير في ولادك الشرف. ابلغوه عننا السلام. وان شاء الله بكرة هيكون افضل وبالتوفيق ان شاء الله. احنا كلنا متأكدين ان بكرة هيكون افضل. الحمد لله. اه. باذن الله. تقييمك ايه لسياتي لو انا عايز اقول اسفاتك سيدي تازعي الحاجة ارجوك. انا الحمدلله انا انه النارده على الفيسبوك اكتر من ربع مليون مواطن مصري شريف بيتضامن مع احمد. انا جالي قيادات ائتلاف قيادات شباب السورة Pro proceedings مع اللاقية. جالي ائتلاف شباب السورة فالاسبيعلاج. جالي ائتلاف شباب السورة في السورة للتضامن معي. والنهاردة الحمدلله على الفيسبوك свои أكتر وهذا أكبر تكريم لي أنا مش عايز تكريم ولا عايز مناصم أقصم بالله عايز من العايز تكريم ولا عايز مناصم أنا ده أكبر تكريم لي وأنا بقول شهادتي للتاريخ اللي هيحسبني عليها ربنا تقييمه رجل محترم وده أكيد كلنا مجمعين على ده سيد الله منصور عساوي وتقييمه الأمن تقييمك الأمن لي وأداء الأمن دلوقتي ولكن الظروف اللي هو جي فيها صعبة جدا ربنا أقدر عليها جابر المتر بيقول هل المفلات الأمن مخصود من وزارة الدخلية؟ أنا قلت إن فيه مفيش الثقة مفقودة من الشرطة والشعب يعني غير مخصود ومحتاجين بناء ومحتاجين الناس فقط بتثبت على الشرعات دين نطاهر جاء زي بيقولوا منها وننقيم منها زي بقولوا لاش نطبير ننقيم منها ومحتاجة للمجتمع المجتمع لابد أن يكون له دور في حماية الأمن والأمن حيشيب الأمن بجير جزء الأكبر ولكن المجتمع لابد أن يلوه دور لابد أن يكون في توعية المواطنين ناحية البعض اللي عنده المفلات الأخلاقي أو في عمل الشرطة المجتمعية والكلام دي نكاتبه قلت للوزارة في شهر 2 وشهر 3 كتب لهم هذا الكلام وموضوع الألترس ده برضو نكاتبه في شهر 2 وشهر 3 للوزارة بما الحدث في موضوع الألترس قلت لهم إيه؟ قلت لهم إن الألترس ده كان بيتعامل معه قبل كده بعنف وإنه هو عنده احتقان من وزارة الدقلية ولابد أن نحن نتعامل معه بأسلوب آخر كلام ده موجود في مذاكرات معي هذا الشهر 2 وشهر 3 قيل هذا الكلام وقيل إزاي كنت عامل مذاكرة نعيد أواصل الثقة بين الشرطة والشعب إزاي النهاردة اللي أنا بقوله ده ابتدت فيه جهات أخرى بتنفزه يعني النهاردة أنا كنت قيل نعين من أهالي الشهداء ألف أو ألفين في في وزارة الدقلية في وزارة الدقلية البدنية فجأت النهاردة إن إحدى الجهات السيادية معينة ألف من أهالي الشهداء قلت إن إحنا إن نطلع أهالي الشهداء دول حجوا عمره على حساب وزارة الدقلية نتقرب من كما وزارة الدقلية دلوقتي يبقى دي الأخبار صحيحة الفلوس اللي بتطلع عليهم من سنة دي الوزارة نتقرب من الناس لا أنا بأتكلم أهالي الشهداء إن نطلعهم راحية حج على حساب المزارة نطلعهم راحية عمره الزباط ليه ما كانتش تروح تزور المصابين في المستشفيات وتقدم لهم الهدايا مصابي الصورة وتقدم لهم الهدايا كلام ده كله أنا كدبه ونبتدي نشغل زويهم زي ما قلت في جهاز الشهداء أنا فجأت النهاردة كلام اللي أنا كدبه هم من خمس ستة شهر النهاردة فجأت تعيين ألف واحد من أهالي الشهداء في وظائف النهاردة كلام ده ناقله من خمس ستشهداء طيب فيه فلوس فعلا طلع من سنديق في الداخلية لأهالي الشهداء والله أنا قريت في جرايد وقريت في جرايد أن فيه محمي رفعين قضايا آه من رفعين قضايا البلتجية الناس بعتها بتقول أن خريطة البلتجية في مصر معروفة لدى الشرطة لو عايزة تخلص الموضوع في 48 ساعة تخلصه طيب البلتجية معرفين يخدم فيه طيب ما بيخلص ليه فيه ملفات وسجل للبلتجية فيه ملفات وسجلات للبلتجية والله يمكن هم عايزين دفعة يعني أقول لك نطبق قنوط طوارف هادينا دفعة عشان نبتدي نعتقلهم ونبتدي نتعامل معهم يمكن بس أنا برضو عايز أقول ملحوظة مهمة القرارات الاعتقال برضو طول عمرها كان حبيب العدل برضو كان بمضيها حبيب العدل قرارات الاعتقال برضو كان بمضيها حبيب العدل مش جديد أن الوزير لمضيها تتعمل مذكرة من المدرية قدرة البعث بتترفها المدير الأمن برفعها للوزراء والوزير هو اللي بمضيها سواء في العصر السابق أو دلوقتي ياريت تسأل سيدة اللواء حنين مصطفى عن رأيه في اقتلاف ضباط الشرطة ضد الفساد أداءهم تصفوا لي والله أنا كانوا في الأول كواسين الأول نعم دلوقتي نو كومنت سيسوا؟ معرفش ترجمة نانسي قنقر